أهلاً بكم تأمل قداسة البابا فرانسيسي حديثي الأسبوعي الموجه إلى المؤمنين الناطقين في اللغة العربية في صلاة الشكر من خلال حديثة شفاء عشرة برص وقال أيها الأبو الأقدس يصر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي ويتمنون لكم أيضاً سنة جديدة سعيدة إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلصات الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في صلاة الشكر من خلال حادثة شفاء عشرة برس قال بينما كان يسوع في طريقي جاء عشرة برس للقائه وتوسلوا إليه ليشفيهم لم يكن لهم شيئاً بل أصغى إلى صلاتهم وصراخهم وأرسلهم في الحال إلى الكهنة وفي أثناء ذهابهم شفوا جميعهم لكن واحداً فقط عاد إلى يسوع قبل أن يذهب إلى الكهنة ليشكره ويحمد الله على نعمة الشفاء التي نالها كان سامرياً وغريباً بالنسبة لليهود هو الذي عاد ليشكر يقول قداست البابا هذا الحدث يقسم العالم إلى قسمين من يشكر ومن لا يشكر مع أن كل حدث وكل احتياج في حياتنا يمكن أن يكون سبباً للشكر على كل نعمة أعطيت لنا حتى قبل أن نطلبها وكلمة الشكر هذه التي يشارك فيها المسيحيون مع الجميع في اللقاء مع يسوع تتخذ أبعاداً وحجماً أرحب في الواقع تشهد الأناجيل على أن يسوع غالباً ما أثار الفرح مع الشكر والحمد لله في الذين قابلوه كما حدث مع الأبرس الذي عاد بعد شفائه ليشكر وليفرح بلقائه مع يسوع لأنه تيقن أنه التقى إنساناً يحبه ونحن أيضاً مدعونا أن نشكر وأن نشارك في فرح اللقاء مع يسوع فلنحاول أن نبقى دائماً في هذا الفرح لأنه إذا كنا في المسيح فلا خطيئة ولا تهديدة يمكن أن يمنعنا أبداً من أن نواصل مسيرتنا بفرح مع رفقائنا على الطريق والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية صحيح لعبناء الشرق الناطقين اللغة العربية أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية إن طريق السعادة هو ما واصفه القديس بولوس في نهاية إحدى رسائله لا تكفوا عن الصلاة أشكروا على كل حال فتلك مشيئة الله لكم في المسيح يسوع لا تخمدوا الروح أتمنى لكم جميعاً سنة جديدة سعيدة شكراً لكم